حياكم الله قبل فاصلي أذاني الأشاعين وصلاتهما بحسب توقيت مدينة لندن كنت أحدثكم عن العبث الذي يمارسه رجال الدين في أجوائنا الشعية وإن كان رجال الدين في كل الديانات هم جند للشيطان يعبثون بالدين وبأتباعهم مؤسسة الخوئي شخصت السيستانية أنه الأعلى والأعلى ولكن ماء وجدوه يطالبهم بالأموال حتى أعرضوا عنه وتركوه وذهبوا إلى شخص آخر ذهبوا إلى إسحاق الفياض فصار إسحاق الفياض بين عشية وضحاها صار هو الأعلى وهو الأعلى من دون إعلان صريح وذلك لأن المؤسسة هذه مثلما في نظامها الداخلي لا بد أن يشرف عليها الأعلى والأعلى والبطيخ فشخصوا إسحاق الفياض من أنه الأعلى والأعلام والبطيخ السيستاني يخفي مقاصده أساليبه مبنية على الخداع والمخاتلة والتعمية والتخفية مثلما جعل المرجعية تدور في أربعة من الأشخاص في النجف وأطلقوا عليهم الأربعة الكبار وهي لعبة شيطانية قام بها السيستاني لقطع الطريق على شخصيات كثيرة قد تزاحم ولده محمد رضا في المرجعية في قادم الأيام وإلا فإن في النجف من الشخصيات الذين يمتلكون مؤهلات حوزوية وإن كنت لا أعبأ بها ولا أسمي ما في الحوزة من علم بعلم إذا كان للعلم من قمامة ومن زبالة فهذا الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء هذا قمامة العلم وزبالة العلم إذا كان للعلم من قمامة ولا أعتقد أن قمامة للعلم وأن زبالة للعلم فالعلم علم كله فضل وحقيقة أما هذا الذي يدرسونه في النجف وكربلاء هذه قمامة جمعت بين زبالة سقيفة بني ساعدة وزبالة سقيفة بني طوسي وزبالة سقيفة بني طوسي أوسخ وأقدر بكثير من زبالة سقيفة بني ساعدة ولكن بحسب زبالتهم وقمامتهم فهناك في النجفي من يمتلك مؤهلات أكثر وأكثر من هؤلاء بشير النجفي أية مؤهلات عنده إسحاق الفياض أية مؤهلات عنده درس شيئا تعلم شيئا من قمامة هذه الحوزة وكذلك بشير النجفي ولكن هناك في النجفي من هو أكثر علما منهما بهذه القمامة وهذه الزبالة السيستاني بأسلوب شيطاني اختار هؤلاء الأربعة سعيد الحكيم مفروض عليه لا يستطيع أن يتجاهله الأعراف الواقع النجفي العوائل العلمية في النجف هناك شيء مفروض عليه لا يستطيع أن يتجاهل سعيد الحكيم أما إسحاق الفياض وبشير النجفي فهما من أصحاب العمائم البيضاء وأصحاب العمائم البيضاء لا حظ لهم في المرجعية في النجف وإسحاق الفياض وبشير النجفي باكستاني هندي باكستاني وهذان لا حظ لهما في المرجعية في النجف وليس لهما من ارتباط وثيق بمنظومة المرجعية الإيرانية هؤلاء على الحاشية قد يكون إسحاق الفياض أكثر ارتباطا من بشير النجفي ولكنه على الحاشية فليس له من حظا في المرجعية لعدم ارتباطهما ارتباطا وثيقا بالمنظومة الإيرانية لصناعة المراجع المرجع لا بد أن يكون إيرانيا في النجف أو على الأقل أن يكون مرتبطا بمنظومة صناعة المراجع في النجف وهي منظومة إيرانية صرفة تهيمن عليها الأموال بالدرجة الأولى وبعد ذلك ما تخططه الحكومات وسياسيون وإلا ليس هناك من خبر عن دين أو عن علم ماذا فعل السيستاني بعد أن وقع الانفصام والانفصال فيما بينه وبين الخوئيين وذهب الخوئيون إلى إسحاق الفياض عين إسحاق الفياض الأعلم من بعده وهذه لعبة شيطانية أخرى لكي يقول للآخرين من أن الذي عينته مؤسسة الخوئي الأعلم كي يشرف عليها ما هو كذلك وإنما هو الأعلم من بعد شيطانة واضحة شيطانة واضحة هكذا يعبثون بالدين وبأهل الدين مؤسسة الخوئي هكذا تعبث بالدين وأهل الدين وفقا للأموال والمناصب فعينما اختلفت مع السيستاني بخصوص الأموال والمناصب تركته وهي التي رجعته وهي التي مهدت مرجعيته وعينته الأعلى والأعلى لكن حين وصل الاختلاف إلى الأموال والمناصب انفصم الأمر فيما بينهما وهكذا الحال بالنسبة للسيستاني حينما وصل الأمر إلى الأموال والمناصب عداء الخوئيين وانشق عنهم بعيدا والحكاية هي الحكاية على طول الخط منذ زمان الطوسي حين أسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا وقد قلت لكم فيما سلف من أن المرجع الأعلى هو الأكثر أموالا وإلا لا وجود لعلم ولا وجود لدين في المسألة في البين هذه هي الحقيقة من الآخر ومن هنا فإن علي الغروي حرم تقليد السيستاني أيضا في جملة الصراع على الأموال والمناصب إذا كنتم تتصورون أن علي الغروي حرم تقليد السيستاني من أجل أمر ديني فأنتم واهمون الصراع في النجف على المرجعية لا علاقة له لا بالدين ولا بالعلم أساسا لا وجود للدين في هذه المؤسسة توجد مظاهر للدين أما حقيقة الدين في القلوب فلا وجود لها واقع حياتهم واقع عقائدهم سيرتهم فيما بينهم لا أتحدث عن السيرة التي يخدعون بها الناس هذه وسائل عمل هذه عدة شغل أنا أتحدث عن الذي يجري في الكواليس فلا يوجد هناك من أثر لشيء اسمه دين بين الرجال الدين وفي حوزة النجف لا وجود لشيء اسمه علم العلم نحن نتحدث عن العلم الديني لا نتحدث عن الرياضيات والفيزياء العلم الديني في القرآن المفسر بتفسيرهم هم الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون في العلم محمد وآل محمد العلم عندهم فقط العلم الديني في القرآن المفسر بتفسيرهم فقط لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير هؤلاء الثلان في النجف بتفسير سقيفة بني طوسي العلم في قرآنهم والعلم في حديثهم طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا العلم في قرآنهم وفي حديثهم أما هذه المزبلة التي في النجف فلا صلة لها لا بقرآنهم ولا بحديثهم فأي علم يتحدثون عن إنها قمامة وزبالة وقد كشفت لكم عن قبائح هذه القمامة وقبائح هذه الزبالة عبر برامجي في مئة ومئة من ساعات عودوا إليها بأنفسكم كي تتأكدوا من هذه الحقائق هكذا كتب علي الغروي حينما سألوه عن السيستاني رجاء أن اعرضوا لنا فتوى الغروي ها هي فتوى الغروي سألوه عن السيستاني فأجاب ذكرنا مراراً أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده أعرضوا لنا صورة علي الغروي أذا هو علي الغروي اذهبوا بنا إلى الصورة الثانية هذه صورته أيام مرجعيته نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر